السلام عليكم ورحمة الله اليوم درسي رياضيات حفظ جدول الضرب يعني نقول أروع طريقة لحفظ جدول الضرب بدون تعب ها عيني كثير يشكون من جدول الضرب يقولون ما نقدر نحفظه فعلمتهم طريقة أو طريقتين لحفظ جدول الضرب وان درسي سعدادي هم حفظات جدول الضرب يعني أقولهم ثلاثة في ثلاثة يقول للي ستة فعلمتهم هذي الطريقة طالباتي وإن شاء الله اليوم هنزلها على القناة لحضراتكم فأول طريقة نقول طريقة الأولى الطريقة الأولى عدي طريقتين فنشوف يا هي اللي تفيدكم وان رحطيكم يا هذي ثلاثة الطريقة الأولى حقا نعدي من الواحد لحد الخمسة ماكو مشكلة بي يعني مثلا واحد والسهيل والاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة ما بي مشكلة فراح أخذ من الستة والسبعة والثمانية والتسعة ستة والسبعة والثمانية والتسعة رح أبدي بجدول التسعة مثلا أخذ تسعة في ثمانية أخذ تسعة في ثمانية معلي بجدول التسعة أباوى علي من على ثمانية أباوى علي من على ثمانية ثمانية اش قد توصل للعشرة ثمانية تسعة عشرة مو ثنية اكتب ثنين هنا ثمانية اش قد توصل للعشرة اكتب ثنين أطرح ثمانية ناقص واحد هذا الواحد جبته من عندي ثمانية ناقص واحد يطلع لسبعة إذن تسعة في ثمانية ثين وسبعين رح أخذ بعد ناخد تسعة في أربعة أباوى قلت لكم معلي بالتسعة أباوى على الرقم اللي يمي أباوى على الأربعة الأربعة اش قد توصل للعشرة اش قد مو ستة اكتب ستة هنا أطرح من الأربعة واحد يصير ثلاثة ستة وثلاثة معيني بعد رح أخذ مثلا أخذ سبعة في تسعة تسعة هي موجد ولا تسعة تسعة في خمسة أباوى على الخمسة اش قد توصل للعشرة اش قد خمسة أطرح من الخمسة واحد اش قد تصير أربعة خمسة وربعين تسعة في خمسة طلع علي صحة خمسة وربعين ناخذ مثلا تسعة في ستة أباوى على السبعة أش قد توصل للعشرة أش قد توصل للعشرة أش قد توصل للعشرة أربعة عفية أربعة أطرح من الستة واحد اش قد خمسة طلع علي أربعة وخمسين مثلا أخذ تسعة في اش قد سبعة ما أخذتها السبعة ايه تسعة في سبعة أباوى على السبعة السبعة اش قد توصل للعشرة ثلاثة سبعة ثمانية تسعة عشرة ثلاثة أطرح من السبعة واحد شي صير ستة إذن تسعة في سبعة صح ثلاثة وستين هاي الطريقة الأولى طريقة الأولى هذي الطريقة زي قبل لا أبدي يعني بالطريقة الثانية نأخذ مثلا نقول ستة في ستة الأعداد المتكررة ستة في ستة هاي ما بيها شكال ستة وثلاثة أو سبعة في سبعة تسعة وربعين يعني هاي حفظ ثمانية في ثمانية أربعة وستين هذي الطريقة الأولى زي هنأخذ الطريقة الثانية الطريقة الثانية نكتب الطريقة الثانية الطريقة الثانية نأخذ مثلا إيه وقلنا من الستة فما فوق نأخذ الطريقة الثانية من الستة فما فوق طريقة الثانية نأخذ من الستة فما فوق مثلا أقول ستة في ثمانية شوفوا عيني ستة في ثمانية هنأخذ من الستة فما فوق فقط الثانية هاذو تجد بالطريقة الأولى ثمانية ستصل لفك ثم الثانية ستصل لفك ثم الثانية وتصل لفك ثم الثانية ستصل لفك نضرب 2 في 4 يطلع لي 8 إذن أخلي 8 هنا وأطرح 6 ناقص 2 يعني أطرح 6 ناقص 2 يطلع لي 4 وأيضا أطرح 8 ناقص 4 يطلع لي 4 يعني كيفكم تريدون أن تطرحون 6 ناقص 2 4 8 ناقص 4 لأن ما بها إشكال فأقول 48 هذه الطريقة الثانية خاف ما افتهم تروح أخذ بعد ناخذ 7 في 9 يعني 9 جدل وتوصل للعشرة بها 1 أخلي فوق 7 7 جدل وتوصل للعشرة 3 نضرب 3 في 1 3 وأطرح 9 ناقص 3 6 7 ناقص 1 6 ها ماما ناخذ بعد 1 إن شاء الله تفتهموها 6 في 8 8 جدل وتوصل للعشرة 2 خلي فوق 6 عيني 6 جدل وتوصل للعشرة 4 نضرب 2 في 4 8 أطرح 8 ناقص 4 جدل بها بها 4 و 6 ناقص 2 و 6 ناقص 2 بها 4 أطرح 8 ناقص 3 5 وأيضا إذا طرحت 7 ناقص 2 بها 5 6 هذه طريقة طريقتين لجدول الضرب إن شاء الله افتهمتوهن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته